السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بغادي ديجو سعيدة جدا بلقياكم كالعادة عواشركم بركة باش متمنيتوا بإذن الله في الوصفة دي اليوم بغادي نشوفوا طريقة تحضير ملوي رائع جدا ملوي كيجي مراق وخفيف والأهم أنه لديد مع واحد البرد ديالاتي منقوش لكم كيجي رائع غادي نعطيكم طريقة تحضير سهلة جدا وكتناسب حتى المبتديئات ما غاديش تاخد لنا وقت كتير وغادي نحصلو على ملوي مورق كيما كتشوفو كيش هي الي عجباتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتو ما زال ما اشتركوش في القناة وعجبوكم الوصفات فباش ما تفوتكم حتى وصفة اشتركو وما تنسوش تفعلو الجرس باش توصلو دائما بجديد الوصفات يلا نشوفو المقادير وطريقة تحضير غادي نبدأو على بركة الله بتحضير العجين غادي نحتاجو الدقيق الابيض انا استعملت هنا جوز لايف ديال الدقيق الابيض غا نغرب له ثم غادي نضيفو زلافة ديال الدقيق الاسفر او الدقيق الفينو في بعض المناطق كي يسميوها الحرش فالاخوان ديالنا في الجزائر كي يسميوها سميد الناعم هنا الكيميات كتبقا على حسب عدد الافراد ديال العائلة المهم انكم تديرو كيميات الدقيق الابيض تكون نضيع في كيميات الدقيق الاسفر غادي نضيفو شوية ديال ملحة وغادي نخلطو هاد المكوينات ثم نجمعو العاجين بما بارد مديال روبيني غادي نبدا نضيفو المكوينة بشوية بشوية بغينا نحصلو على عاجين يكون شاد فراسو مايكونش قاسح بزاف وفنفس الوقت مايكونش مطلوق يعني عاجين كيما هادا كيما كتشوفو فهو رطب ماشي قاسح بزاف وفنفس الوقت ماشي مطلوق قبل ما ندلكوه انا كنوضعو في بلاستيك غيدائي وكنخليه يرتاح على الاقل وحدة 15 دقيقة باش كيتطلق وكيسهل علينا اننا ندلكوه ضروري اننا ندلكو العاجين ديال المسمن مزيان ممكن انكم بعد 4 ساعة دلكوه وترجعوه البلاستيكة وتكرروا هاد العملية تعاودوا دلكوه واحد جوج اولى ثلاثة ديال المرات وممكن الناس اللي ما عندهمش الوقت يدلكوه غير مرة وحدة المهم انهم يدلكوهم زيان من بعد كنقطعوه كويرات كيما كتشوفو كنوضعوه في بلاستيك غيدائي وكنخليوه يرتاح ضروري من الراحة ديال العاجين باش كيسهل علينا اننا نورقوه كنخليوه وحدة من ساعة حتى الساعتين وغادي نحتاجوه لشوية ديال سميدة رقيقة هي اللي غادي نفرق بيها انا غنضيف معها خمارة وحدة ديال الحلوة وغادي نخلطو هاد جوج ديال المكوينات وغادي ناخدو زبداء مدوبة ونخلطوها مع الزيت هي باش نورقوه اه انا استعملت هنا الزبدة ديال لابريري وغادي نبداو بعد ما ارتاح لنا العاجين كندهنو سطح العمل وكنبداو انا غا نعطيكم هات الطريقة للناس لي ما عندهمش الوقت باش يرتاح لهم العاجين مزيان إلا كان لقيتو العاجين بقي يشد راسو بقي ما تطلقش غا تحاولو تبسطوه بشكل طولي كي ما كتشوفو ونخليوه وندوزو للمسمنة تانية نديرو تهيى نفس الطريقة كنديرو واحد جوج اولى ثلاثة ديال المسمنات كنخليوهم يرتاحوه غير شوية غير دقيقة ولا جوجو وكنبداو بالمسمنة اللولى وكنبقاو كل مسمنا خذينها كنعوضوها بوحدة اخرى جديدة هناك نلقاو ان العاجين ديالنا تطلق غا نبدو نورقوه فالطريقة سهلة وكل ما كان العاجين مرتاح كل ما كي سهل علينا العملية دهنت هبز بدو الزيت وغادي نقلب هات الجيهة التانية وكنتلقوه مزيان بشكل طولي انا هنا كل مسمنا غادي نخرج من هاجوج ديال الملويات يعني كل قطعة ديال العاجين غا نخرج من هاجوج ملويات نتلقوه مزيان على الطول غادي نحصلوه على شاريت على اون بوند من بعد غا نبدو نتلقوه بالعرض كي ما كتشوفوه نحاولو ان العاجين يكون رقيق مزيان فكل ما كان العاجين رقيق كل متى يكون الملوي ناجح جدا انا هاد الشاريت را طويل بزاف فما قدرتش انني نصورو كلو وغادي نبدو نجبدو غير بشوية نحاولو اننا ما نقطعوش العاجين ولكن الى تقطع واحد شوية مش مشي مشكل غير ما يتقطعش بزاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بعد غادي ناخدو الخليط ديال الزبدة والزيت وغادي نرشو العاجين ديالنا كلو نحاولو ندهنو العاجين مزيان فهد الخليط ديال الزبدة والزيت هي اللي غا تخليلينا لمسمن او الملوي جي مورق وبطبيعة الحل مع السميدة حاولو انكم تدهنو العاجين مزيان بلا ما تبالغوا يعني ما تكونش الخليط ديال الزبدة والزيت يكون كتير في الملوية غادي يجينا الملوية تقيل من بعد غادي نرشو بسميدة رقيقة نحاولو نرشو بلا ما نكتروه سميدة لاننا الى كانت كتيرة غادي تقصح لنا العاجين من بعد غادي نطويو والطرف الفوقاني غادي نجيبوه للوسط كي ما كتشوفو والطرف السوفلي كذلك غادي نردوه فوق هد طرف الاخير كي ما كتشوفو غادي نحصلو على ثلاثة ديال الطبقات وكندهنو بالزبدة والزيت ثم كنحاولو نجبدو هاد الشارط ما امكان ونكونو حذيرين باش ما يتقطعش لنا العاجين ثم غادي نرشو بسميدة رقيقة وغادي نبداو نطويو الملوي ديالنا كي ما كتشوفو بلا ما نزيرو غادي نطويو بحلة على شكل مربع صغير او مستطيل كي ما كتشوفو فما كاللوي واش كنخليو العاجين مرخوف وكننبقاو مستمرين حتي نكملو هاد الشارط كلو وهاد الطرف الاخير غادي نتبتوه في الجوانب بها الطريقة صفيو غادي نحطو هاد الملويات ديالنا ترتاح وغا ندوزو الملويات تانية دائما كندهنو سطح العمل قبل ما نبدو كندهنو الملويات بخليط زبدة والزيت وكنقلبوه العاجين للجهة تانية كنحاولو نورقوه في اللول بشكل طولي يعني نجبدوهم زيان على الطول وغادي نحصلو على واحد شارط كبير لانا ندرنا في اللول كورات ديال العاجين كبار المبتدئات ممكن تبدوه في اللول غير بكورات صغيرين حتى تعودوا عاد من بعد ممكن انكم تسهال عليكم انكم تديرو كورات كبار وكل ما ارتاح العاجين اكد كل ما ارتاح العاجين فكتسهال علينا عملية التوريق بعد ما طلقناه بشكل طولي ده بغا نحاولو نطلقوه على العرض نجبدوهم زيان نجبدو هاد الجهة الفقانية ومن بعد غانها بطول الجهة اللي لسحت منساوش الجناب ترجمة نانسي قنقر منسوش دائما جناب وبنفس الطريقة غادي اندهنو الوجه ديال العجين بخليط زبدة والزيت اندهنو مزيان بلا ما نبالغو لان العجين الى ما كانش مدهون مزيان فمليك نحطو اول حاجة ما كتلصقش سميدة مليك نرشوها وثاني حاجة مليك تحطي الطبقة على طبقة ديال العجين فكي تلاصقو يعني ما كيش حاجة اللي غادي تفرق بيناتهم كندهنو بزبدة والزيت كيما كتشوفو ونرشو سميدة دقيقة اللي فيها خميرة الحلويات انا درت الخميرة في سميدة الناس اللي ما عندهمش الوقت كتير باش العجين ياخد الوقت الكافي فراحة ممكن انهم عجنو العجين في اللول بخمارة ديال حلوة يعني بلا ما يديروها في سميدة يديروها في العجين ونرشو بسميدة بلا ما نبالغو الى اكترنا سميدة بزيف فغادي جينا العجين قاسح ثم غادي نطويه بنفس الطريقة كنطويه هدى الجزء العلوي كنجيبوه للوسط وسط العجين ونطويه الجزء السفلي حتى هو هنا كنحصلو على ثلاثة ديال الطباقات واحدة فوق واحدة وكنعاودو ندهنو بخليط الزبدة والزيت ثم كنحاولو نجبوه هدى الشاريط نجبوه مزيان فهو غايزيدي طوال مازال وغادي جينا نسمى نمورق ثم كنرشو سميدة ونطويه بلا ما نزيرو نطويه العجينة وهي مرتاحة مرخوفة كيما كتشوفو حتى كنكملو وكنتبتو هدوك الجوانب كانتبتو الطرف الاخير في الجوانب وكنحطو العجين لمسمنا ديالنا ترتاح بعد ما ترتاح مزيان كنقسموها على جوج كيما كتشوفو هاد الجهة اللي قسمنا منها هي اللي غا تكون الفوق وغادي نحاولو نبسطو غير شوية وغا نرجعو هاد المسمين ديالنا واحد شوية يرتاح قبل ما نقرسوه ممكن انا نبدو نطيبو وحنا مازال ماكملناش يعني كانخدموه في نفس الوقت هادوك اللي تلقو كانطيبوهم وممكن تخليو حتى تكملو وعاد تبدو نطيبو من بعد ما ارتاح العجين كنقرسوه اول مسمنا وكتكون المقلة ديالنا تقيلة فوق النار تكون سخونة مزيان كنرشوها بشوية ديال الزيت النار تكون اقل من المتوسطة ما تكونش مهيلة بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش قوية كنحطو المسمنا ديالنا على جهة اللولة وكنخليوها حتى تبدو تتحمر من بعد كنرشوه بخاليط الزبدة والزيت ونقلبو كنخليوها على هاد الوجهة الثاني غير واحد شوية ماشي بزاف وكنرجعوها للجهة اللولة فغاد يلاحظو ان المسمنا ديالنا او الملوي كيتنفخ فهدا من علامات النجاح ديال الملوي فكل ما كيتنفخ كل ما كيجينا مرق من الداخل بعد ما تحمرات من الجهة اللولة كنقلبوها الجهة الثانية وحنا مرة مرة كنحركوها كيما كتشوفوه باش تحمر مقادة يعني الوجه كله يجي محمر حتى كالطيب صافيو كنهزوها وكندوزون طيبو المسمنا الخراب بنفس الطريقة هنا من اللي كتحيدو المسمن ديالكم المقلات فكتخليو غير واحد شوية يبرد وكتحلوه بهالطريقة كيجي محلوه نصيحة اخيرة من اللي تكونو كتطيبو الملوي ديالكم ما تحطوش اولا مباشرة في الصحن نحاولو ان يكون حداكم من ديال كتحطوه فوق الملوي حتي يبرد واحد شوية ومن بعد كتوضعوه في صحن تقديم ما تحطوش الملوي وحده فوق وحده هو مازال سخون كنحطوه وحده 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 وهذا هو الشكل النهائي ديالوصفة ديالنا دياليوم كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا على المتابعة والى اللقاء مع وصفة جديدة شكرا على المتابعة